انطلقت بأرض المعارض بطرابلس الدورة الأولى لفعاليات معرض ليبيا كلين للبيئة وخدمات النظافة بمشاركة 63 شركة وعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية المتخصصة في مجالات البيئة والنظافة ويختص هذا المعرض بالبيئة وما يتعلق بها وتدوير النفايات والطاقات المتجددة وخدمات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم والتدوير موضوع المعرض هذا حاجة جديدة خاصة فيما يتعلق بالبيئة وهذا أمر طيب معناها فعلا نحن سيرين في خطوات صحيحة نحو نظافة محيطنا البيئة وهذا يعني يعتبر الدورة الأولى ونشكر فيها بلدية ترابلس وكل المنظمين لهذا الحدث وتضمن المعرض مجموعة واسعة من العروض التفاعلية وورش العمل والمحاضرات التي تغطي مختلف جوانب البيئة واستكشاف أحدث الابتكارات والحلول والتواصل مع الشركات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال واكتساب معرفة قيمة حول الخدمات البيئية والنظافة طبعا انطلقت اليوم فعاليات المعرض ليبيا نظيفة ويستهدف عدد العديد من الشركات والجهات والمؤسسات الحكومية والتي من ضمنها جهاز الطاقات المتشددة حيث تمحورت فكرة مشاركتنا في هذا المعرض حول إنتاج محطة لمعالجة النفايات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية ومعالجة المخلفات الناتجة عنها كذلك ويعتبر المعرض فرصة رائعة للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات وتطبيقاتها في مجال البيئة ولتوسيع الشبكات الاحترافية والتعاون مع الشركات والمؤسسات ذات الصلة والإسهام في جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلاد